بين محطات عدة تنقلت المفاوضات بين حماس وإسرائيل النتائج محدودة وربما معدومة في يناير الماضي عقد اجتماع باريس الأول ناقش الأطراف وقف إطلاق النار لمدة شهرين مقابل إطلاق سراحي مائة محتجز إسرائيلي لكن الخلافات كانت طاغية ارتحلت أفو فوض التفاوض إلى القاهرة منتصف فبراير وشهدت المباحثات حضور مسؤولين من وكالة الاستخبارات الأمريكية والوسطاء كذلك بعدها بعشرة أيام إلى باريس عادت رحلة المفاوضات مرة أخرى استأنف الأطراف محادثات تبادل الأسرة وعاد رئيس الموساد إلى إسرائيل بصيغة جديدة مارس 2024 احتضنت الدوحة جولة أخرى تبادلت فيها حماس وإسرائيل الردود حول الصفقة اليوم مكان جديد ذهب إليه أطراف المفاوضات رفقة الوسطاء هذه المرة إلى العاصمة الإيطالية روما فهل تتغير النتائج بتغير المكان؟